هي غريزة، غريزة في كل بنت المفروض بتحلم بالبيت والأطفال وشريك الحياة لكن أنا بقى رأيي اللي بيقول أصلي مسئولية وخنقة لا أنا أصلا مش هتجوز شخص زي ده يعني الشاب اللي هو شايف إن الست خنقة يبقى أنا أقلق أصلا من الارتباط بيه لأن هي عمر ما الست بقت خنقة الست دي هي السعادة، مصدر السعادة والحيوية والطاقة وهي اللي بتسند الراجل وهي اللي بتزقه للأمان والاستقرار والسلام يعني فالتفكير ده لازم يكسر خالص لما حد يجي يقول لكو لا أصلا أنا واحدة تخنقني واحدة تقولي رايح فين وجاي منين ده على طول ده عايز يتعالج نفسي صحيح جدا 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 ده جايت عائبنا نفسي آه بالضبط كده ده جايت تعالجنا نفسي جايت عائلك عام لا طبعا أقول يعني اللي بتكلم على قصة إنه لا المسئولية والارتباط ده يعني طبعا تفكير غير ناضج لسه ما وصلش للموضوع لكن اللي بتكلم في ظروف مادية ماشي ده نتقبل المدينة وده نبتدي برضو نفكر له في حلول يعني احنا عندنا داتي أزمينتين على فكرة كنت حكي تكلمتها لواحدة منهم اللي هو إيه لو ما عجبكيش تجوزت لقي والقصة التانية قصة الظروف المادية احنا كمجتمع منفرود برضو نتغير يعني منفرود نرجع برضو زي ما كنا بنتكلم على نرجع لأصل المشكلة نرجع لأصلنا برضو في القصة دي أنا الناس زمانك بتتجوز ازاي؟ بمنتهى البساطة كان إيه الخوف دلوقتي أو إيه؟ ليه دلوقتي بنشترط مبالغ رهيبة ونشترط مصاريف كبيرة جدا للجواز يقول لك عشان أضمن حق بنتي يعني كل التجارة اللي احنا شفناها هي منضمتش حق حاجة وبيضمن لها فلوس بس لكي بتطلقوا معا فلوس ما ضمن لهاش الحياة السليمة الحياة الصحية السليمة بالضبط احنا كمجتمع لازم لازم منظومة القيم الخاصة بالجواز عندنا تتغير تماما